بسم الله الرحمن الرحيم نكمل محاضرتنا هذا اليوم الموضوع ال Consequences of Malignant BCL Proliferation قلنا من يصير تكاثر الخبيث هناك تصير مضاعفات Consequences واحدة من هاي المضاعفات هي Consequences of Paraproteins احنا بديش المحاضرة تكلمنا عن Paraproteins و قلنا شنو اسبابها و قلنا ايضا شنو المضاعفات لوجود ال Paraproteins ايه هنا بسم الله الرحمن الرحيم باختصام النقاط اللي اخذناها بديش المحاضرة فاذا واحدة من المضاعفات لتكاثر الخبيث بسبب المضاعفات الوجود المضاعفات الاخرى الconsequences الاخرى في الحالة يصبح لها Immune Parases وايضا هناك المضاعفات 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 التكاثر الخبيث اخذنا الconsequences الparaproteins اخذ نعرك المضاعفات 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 باي بولافرشن او سينجل كلون احنا قلنا بالبسيل ماليغانس يصير مرض خبيث للبسيل وصير تتكاثر كلون واحدة يصبح وليها يعني خلية واحدة تتكاثر وهذا الخلية تنتج نوع واحد من الاميونوغلوبيلين او نوع واحد من الانتيوائي هي اكو خمسة نواة من الاميونوغلوبيلين او الباقيات سيصير بيها سيصير بيها سابرشن سيقل لها إذن هناك نوع واحد يزيد الباقيات يقلن هذا هو الاميون باريسيس سيصير نقص بالأجسام المضاد الأخرى غير اللي صاير بالمرض الخبيث وصاير بالزيادة إذن واحد يزيد الباقيات يقلن هاي الاميون باريسيس هو القلة هو التثبيت اللي صاير للباقيات إذن إذن اكون التكاثر لوحدة من الخلايا اللي تفزي الاميونوغلوبينيز فيهنش لاح يصير لحا يصير سابرشن أو تثبيت للاميونوغلوبينيز من الخلايا الأخرى In such cases of the band other than the neuroparaprotein is reduced or absent and concentrations of other immunoglobulins are low. بالإلكتروفاريسيس شلح يصير من اللح يصير هذا الاميونطاريسيس؟ هذا هنا جدول أو عفو فقر يوضح موضوع السيروم and urinary protein الكتروفاريتك patterns in myelomatosis إذن هذا الكتروفاريتك pattern الكتروفاريسيس السيروم واليورن للمرضى المصامي بالmyelomatosis أو multiple myeloma اللي هو تكاثر للplasma cells تكاثر للplasma cells اللي هي تنتج من B cells هنا اول واحد نعطي normal control واخر واحد ايضا normal control وهنا ما اخذ 2 patients patient A serum ما التهنانة و patient B urine وهنا patient عفو هنا patient A serum patient A urine وهنا patient B serum وهنا patient B serum وهنا patient B urine زين فش دي يقول هنا يقول patient with A patient A with a parapropteen and immune praxis in the serum إذن وحتى patient A وهذا السيروم ما التهنان يقول هناك parapropteen شوف هذا normal لا يوجد هى هنا هي الـ هى منطقة غاما منطقة الإجسام المضادة والامونوغلابينين المفروضة هي تكون شكل هاتفوز اللون ما لا تهيش نصري مو تطلع باند كل شوارحة مثل هاي هاي معناها اكبناها بارابروتين المناطق الاصفها اللي هي اكب بعد مفوضه لانهم اكب بعد اميونوغلابينيز صارت بيض ضماك اذا هذا النقصة هذا التطبيق بالاميونوغلابينيز الباقيات واحدة زادت الباقيات قلن هذا الاميون هذا الاميون اميون باريسز امبتخلنا انتكلمنا ال بینز جونز بوراتيين بالمحاضرة السابقة يعني وهناه بالنسبة لل الاميون باريس deze الي quería哈哈 نوقصا ن المهم هذا بالنسبة للورين بس بالنسبة للسيروم بس احنا مرضونا على الاميون باريسيز الاميون باريسيز يصير منطقة اللي بصف البارا بروتين تكون كأنه قليلة مقابلة بالنورمال كنترول ك Standing in such cases the band other than the neuroparaprotein is reduced or absent concentration of other immunoglobulins are lower وتركيز الاجسام الوضع الانتبوليز الباقعة إذن هذا اليميون باريسيز الآخرى المرضى اللي يصير عندهم تكاثر للبسيل خبيث كأنها أكو كونسيكوانس بسبب البارابروتين وأكو كونسيكوانس بسبب اليميون باريسيز بعش يساعدهم يساعدهم احتمال نورموكوميك نورموستيك أنيميا من هذا النوع النورموكوميك نورموستيك أكمان برسنتين فيتشار أي ميليغران ديزيز وهذا يصير فيه أي ميليغران ديزيز فالشي شاعر هذا النوع من الانيميا هماريج هماريجز perhaps due to complexing of coagulation factors by the paraparate إذن الهماريجز أو النزيف اللي يصير بسبب انه ديصير complexings ويال coagulation factors بسبب الparaprotein by the paraprotein complexing إذن الى coagulation factors by the paraprotein جيد واكو حالي صحولها رينود رينود فنومينة اللي هي مي أكر اه if the paraprotein is a cryoglobuline احنا هذا موضوع من سنة طبعاديين بس هي الوينة الفنومنة هي شنو هي تصير مثل تغيرات باللون في مناطق العصابع اليدين والصابع القدم ومناطق أخرى عند حالات معينة كالتعرض للبرودة أو للسترس فإذن الوينود من الفنومنة أيضا من الأخرى لصير in patients with malignant BCL tumors وأكو موضوع hypercalcemia may also present in patients with malignant BCL tumors بالنسبة لل beta 2 microglobuline شنو هاذا beta 2 microglobuline beta 2 microglobuline is a low molecular weight protein that forms part of human leukocyte antigen on the surface of all nucleated cells أكو antigen سحولة human leukocyte antigen أو المختصمات اللي هو HLA هذا الانتجين موجود بنوعين type 1 type 2 type 1 اللي هو موجود on the surface of all nucleated cells كل الخلايا اللي تحتوي على النوع فجزء من هذا الانتجين هو beta 2 microglobuline well Maylomatosis the protein is readily filtered by the glomeruli and the plasma concentration are normally low very low in Maylomatosis mämän multiple myeloma the plasma beta 2 microglobuline concentration is an index of the extent of the disease and of the prognosis إذن في حالات الملطف المايلوماتورسيز تركيز البيتاتو مايكوغلوبيني بالبلازما لحيكون كمعشر على مدى الدزيز وعلى التكهن بحالة الدزيز أو الباشن في بعض الحالات ممكن تحصل في عمارة الدم الخبيثة البيتاتو مايكوغلوبيني هو السوريغيت ماركر for the overall body tumor burden يعني amount overall tumor burden اللي هو amount of cancer present يعني يتفض معلومات عن amount of cancer present وهذا للتوضيح جبت من مصدر آخر عن البيتاتو مايكوغلوبيني هو يعتبر طبعا من الـ tumor marker هناك تحليل تحليل خاص بالبيتاتو مايكوغلوبيني من ضمن الـ tumor markers this beta 2 mycoglublin test is used as a tumor marker for some people with blood cancer blood cell cancers يعتبر من الـ tumor markers لبعض الأشخاص المصابين بالأمراض الخبيثة أمراض الدم الخبيثة blood cell cancers it is not diagnostic for a specific disease but it is it has been associated with amount of cancer present tumor burden إذن هو مو خاص بنوع معين من الأمراض ولكنه له علاقة بكمية الـ cancer الموجود كمية الـ cancer اللي موجودة بسعلى tumor burden and can give the healthcare practitioner additional information about someone's likely prognosis ويمثل ما أقول أنه ممكن أنه يعطي معلومات عن الـ prognosis أو تكاهن بحالة المرضى والـ patient Blood beta 2 mycoglublin test and sometimes in urine يعني may be ordered to help determine the severity and the separate and separate or stage of multiple myeloma مثل ما أقولنا في حالة المايلوماتروسيز أو multiple myeloma فإذن هذا التست ممكن أنه يساعد في التحديد severity والseparate يعني الشدة والتشار أو stage multiple disease multiple myeloma و to help to evaluate the prognosis of cancer such as multiple myeloma and lymphoma and may may sometimes be ordered to evaluate disease activity and effectiveness of treatment إذن هذا فقط للتوضيح عن الـ beta 2 mycoglublin وبهذا يكون موضوع consequences of malignant B-cell proliferation أخذنا و فقط للتلخيص أنه هذا تكاثر B-cells الخبيث إلى مضاعفات واحدة من المضاعفات تكون بسبب الـ واحدة من المضاعفات بسبب الـ واحدة من المضاعفات بسبب المضاعفات المضاعفات والموضوع الآخر هو beta 2 mycoglublin والآن نحن أخذ الموضوع الميلوماتوس أو multiple myeloma أو plasma cell myeloma الميلوماتوسيز is caused by the malignant proliferation of plasma cells throughout the bone marrow إذن الميلوماتوسيز هو بسبب تكاثر خبيث للplasma cells ويكون في البون مار روح في نخاع العظم throughout the bone marrow The condition becomes increasingly frequent after the age of 50 إذن العمر يكون أكثر increasingly frequent بعد عمر الخمسين It can occur before the age of 30 But is rare The sex incidence is about equal إذن حدوثها بالنسبة للجنس يكون متساوي The clinical features are due to Malignant proliferation of plasma cells And disorders immunoglobulin synthesis and or secretion from the cell إذن الأعراض السرية التي سيئ Are due to تكون بسبب التكاثر Malignant proliferation of plasma cells And بالإضافة إلى الإنتاج الإنتاج أو الأفراز للإميونوغلوبيلين سيكون disordered يعني مو طبيعي للإميونوغلوبيلين Synthesis and or secretion from the cells هاي اللي الخلائي اللي تكاثرت بالنسبة لأول واحد اللي هو Malignant proliferation of plasma cells التكاثر الخبيث للبلازما cells في حالة الملغلوبيلين في حالة الملغلوبيلين في حالة الملغلوبيلين لأن تكاثر بالبون مرة في نخاء العظم فتكاثر في احتمال لحي يسوي ضغط وحي يأدي إلى بون بين واللي يكون احتمال سيفير وبالنسبة للراديوغراف يعني بالأشعة تصوير الاشعاعي make sure discrete punch out areas of radiolucencies most frequently in the skull, vertebra ribs and pelvis ثم احتمال يشوف تظهر بعض المساحات الارياء زي of radiolucency punch out areas of radiolucency يعني شفافية شعاعية most frequently in the skull اكثر شيء في the skull والبرتبع الفقرات والربس اللي طلع عند البلوث في منطقة الحال there may be generalised osteoporosis احتمال هناك يصير حشاشة بالعظام generalised وبالتراجيكال فراكشار زميع اكا الكسور المراضية بسبب المراض احتمال التحدث بالنسبة للفحص النسيجي there is a little osteoblastic activity osteoblast osteoblast هي الخلايا المكونة العظام osteoblast الخلايا اللي تنتج العظام فا osteoblast activity يعني هناك شعاط little osteoblast activity around the lesion حول اللي جين which arises in the bone وهذا ينتج في النخاء rather than in the bone itself اكثر مما هو في البون العظم نفسه وهناك consequently the plasma alcalan phosphatase activity is normal and then هذا الانزيم the plasma alcalan phosphatase activity is normal unless there is liver involvement إلا إذا كان هناك liver involvement كبد in which case the raised level is of hepatic not bony origin إذا نبيش حالة في حالة liver involvement الزيادة ب plasma alcalan phosphatase سبها هيكون hepatic liver وليس من البون البلازمة الكلام phosphatase activity in cases with bone lesions suggest myelomatosis rather than bone metastasis إذا هناك حالة مشكلة بالأرام bone lesions و البلازمة كان normal فهذا يقترح أنه حالة multiple myeloma أو myelomatosis أكثر من ما هناك bone metastasis يعني انتشار لمرض خريف إلى العظم bone metastasis وقد تحت hypercalcemia and also renal failure the latter may occur as a result of benz jones protein urea as well as hypercalcemia amyloidosis amyloidosis is also associated amyloidosis سنقضها في وقت لاحق الحال الأخر الحال الأخر التي تصير بال myelomatosis أو multiple myeloma is atimal disordered immunoglobulin synthesis and or securation from the cells the immunoglobulin most frequently increased is IgG أكثر immunoglobulin يزيد بحالة myelomatosis هو IgG and less commonly IgA يعني الأقل من عنده هو IgA أكثر شيء IgG وبعدين يجوها IgA about 2.5 إلى 1 النسبة أحيانا IgM IgD or IgE is found and the last 2 being very rare أكثر 2 كل شنودة بسجرز protein may sometimes be present in a plasma if renal failure is present بسجرز في بعض الأحيان تكون موجودة بالبلازمة إذا كانت عجز بالكلة تقريبا 20% of cases no paraprotein is detected in the plasma but 20% من الحالات لا يوجد paraprotein detected in the plasma ولكن البنز جرز موجود in the plasma and حالات غير لا الparaprotein ولا البنز جرز الparaprotein can be found وفي الحالة there is usual immune paraces in IGD in IGD myelomatosis increase in gamma globuline concentration may not be detected by rotine electrophoresis the power protein should be typed and the plasma concentration monitored to follow progress The serum free light chain ratio light chain when it comes to the immunoglobuline by heavy chain by light chain The serum free light chain ratio Life chain اكو بي هالي نوعين اكو كابرة واللمدا وكبيرات فالنسبة فهذه النسبة بسيما في لائتشين راتيو كابرة واللمدا may also be abnormal احتمال تكون ايضا غير طبيعية. this ratio هذه النسبة is normally about 0.26 to 1.65 and can be useful in monitoring patients with low-level power protein monoclonal ORM protein and of early treatment response and disease relapse ايضا هذي النسبة اللي هي لسيما في لائتشين بالكابرة واللمدا اللي هي normally about 0.26 إلى 1.65 كام بيوصل ممكن ان تكون مفيدة للمانترين معاقبة الpatients with low-level power protein اللي يعدهم low-level power proteins and of early treatment response and of early treatment response والاستجابة للعلاج المبكرة and disease relapse من عودة الدزيز. ايضا هذي 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 عالة disordered immunoglobulin synthesis and or secretion from the cells و بالنسبة للبون مورا appearance النخاء العظم the proportion of plasma cells in the bone marrow is increased and many of these cells are atypical the proportion of plasma cells in the bone marrow is increased نسبة للخلايا the plasma cells the plasma cells في النخاء العظم يزيد و الكثير من هذه الخلايا يكون atypical ويصبحون المايلوما cells the examination of bone marrow aspirate must be carried out before myelomatosis is diagnosed or executed إذن قبل التشخيص أو استبعاد حالة المايلomatosis لازم يساوون bone marrow aspirate إزامنش فاحص للخاء العظم يستعمل للتشخيص أو استبعاد حالة المايلomatosis وأكو حال أخر يساول soft tissue plasma cytoma soft tissue plasma cytoma نادرا المايلوما involves soft tissue إذن نادرا ما تكون في soft tissue حالة المايلوما without more changes بدون التغيرات في نخاء العظم يصبحون extra medullary plasma cytoma خارج النخاء العظم حيث أن البلازما سيصل في نخاء العظم ولكن في بعض حالات نادرا تكون خارج العظم extra medullary plasma cytoma بلازما سيصل في soft tissue although the protein abnormalities of myelomatosis are often found the behavior and prognosis of two conditions are different بغم من أنه protein abnormalities موجودة غالبا موجودة في هذه الحالة ولكن الbehavior والبوغنوس of the two conditions are different يكون مختلف يعني الbehavior والبوغنوس separate of soft tissue plasma cytoma is slow and tends to be local of the solitary tumor may be effective إذن التشاعل soft tissue plasma cytoma يكون بطيع ويمين الآن يكون موضعي ولهذا local oxygen يعني إذا شعلت إذا شعلت موضعيا of the solitary tumor إذا هذا الموجود يشعل ف may be effective ثم يكون effective بالنسبة للولدن storm's macro globulinemia هذه حالة caused by a malignancy of B cells إذن هو أيضا مرض خبيث يصيب B cells with increased synthesis of IgM الآن في الحالة هذه IgM يصيب بزيادة بالإنتاج بزيادة the cells resemble lymphocyte rather than plasma cells بالاسم السلس التي يصيبها malignancy تشابه lymphocyte أكثر من مع plasma cells there is generalized lymphadenopathy إذن يكون يعني تضخم بالغد اللمفاوية أو العقد اللمفاوية generalized و like myelomatosis mycroglobulinemia usually occurs in older patients over the age of 60 but unlike myelomatosis it is more common in men than in women إذن تشابه الميلomatosis أنها تحدث في العمارهم كبار older patients over the age of 60 ولكن لا تشابه الميلomatosis أنها تحدث أكثر شيوعاً في المن than women في حين احنا قلنا بال تكون متساوية في كل الجنسين نسبة حدوثها أو الحدوث صعبة أو الحدوث تحدث في كل الجنسين متساوية Symptom of Hyver-Bysgosity Syndrome هناك تصير عرض بسبب حالة Hyper-Physgosity Syndrome are commoner than in myelomatosis تكون هنا أكثر شيوعاً من الميلomatosis و probably because of the large size of the IgM molecule احتمال بسبب كبر الحجم الكبير لل IgM لأن هنا في هذا الماليقنسي هو شنو قلنا increase the addable synthesis of IgM والIgM هو حجم كبير ولهذا احتمال تصير بسبب الخصوص بسبب راير يعني تكون هنا أكثر من أكثر في رائعة الهيق العظمي من إصبحت النية في النسبة الـ 찾اء على س anderer như العربة النظرية وحلح النوع آماً عن الررجة أو أن الياقه أو قصةacaksت من المخصوص العديد من إصبحت النظر إلى السرق بالإصابكن المنظوم Largina في غاما ريجين إذن بالبروتين إليكتورفاريش IgM1 في غاما ريجين وإيجارة بلازمة إجيارة إجيارة تركيز البلازمة إجيارة تنقل بط إجيارة تنقل تركيز إجيارة بلازمة احتمال يزيد أما في حالة البون مورو اسبريت من خلال عظم أو لينف نود بايوبسي أو خزعة لتأخذ من اللينف نود من العقد اللينفاوية موجودة في هذه الحالة من الحوصات البون مورو اسبريت أو لينف نود بايوبسي موجودة إذن هذه حالة الويندوسترم مكو غلبي نمي و هناك حالة أخرى تسمى بال هبو الهبي chain disease آذ رار group of disorders نادر بجموعة من disorders نادر characterized by the process of an abnormal protein in the plasma إذن characterized بوجود protein غير طبيعي في plasma أو urine إذن الهبي part of the heavy chain آه اللي هي الهبي chain لل immunoglobuline لل antibodies إحنا قلنا ال light chain ب heavy chain الهبي chain به خمسة أنواع من من ضمن هذا الألف وال غاما وال ميو آه ف part of heavy chain إذن على الأبنى من الفورتين الموجود بالبلازمة أو بالورين آه اعتفا ألت بارت جزء من الهبي chain إذا قد يكون الألف أو غاما أو ميو إنتستانال و الكليكال picture is that of إذن الكليكال picture تكون ياما إنتستانال lymphoma lesion و with severe malabsorption إذن هذا lesion يكون lymphoma معوي with severe malabsorption سوء امتصاص شديد سوء امتصاص شديد من المعار هذا العلاقة بالالفا chain disease الالفا the condition usually affects young adults of Mediterranean origin عادة هذا يصير بالبلغين في عصولهم من مناطق قريبة من البحر المتوسط وهناك clinical picture تكون generalized lymphopathy يعني اعتلال العقد اللنفاوية العام يعني ضخم العقد اللنفاوية في كثير من أجزاء الجسم with recurrent infection عدوى recurrent in the elderly في الأشخاص الكبار هذا عائلة غاما chain disease وأكو picture clinical picture of chronic lymphocytic leukemia chronic lymphocytic leukemia في حالة mu chain disease in some of these conditions a paraprotein may be identifiable في بعض من هذه الحالات a paraprotein may be detectable ها بالنسبة إلى حالة ال-heavy chain disease disease